الأبرز والأشرس ليك على رئيسة كابتن فاروق عفر كابتن فاروق عفر من أكبر اسم كبير وبرند كبير ورجل يعني من الشخصات يعني هو المنافس الأكبر ليك طبعا طبعا أنت علاقتك بكابتن فاروق إيه في منتهى الجمال احنا دخلنا أنا وهو النادي مع بعض وعدنا في تربيزة واحدة وعملنا نادوتين ثلاثة مع بعض ونؤكد على فكرة الاحترام المتبادل بيننا والمنافس الشريف ليه ما قلتش كابتن حسين لابيب اللي داخل بقايمة ونس كابتن حسين لابيب بوصحة داك هو يعني لازم بص بوص كابتن حسين لابيب كل الاحترام والتقدير لشخص وصح عشان يبقى الكلام سوشيال ميديا حاجة والجمعية العمومية حاجة تانية خالص يعني لأنه السوشيال ميديا هم مسيطرين وانت عارف أنه القصة دي معروفة مجموعة سوشيال ميديا والليجان الإلكترونية دي معروفة القيمة بتاعتها أو وضعها لكن أنا بتكلم حضرتك على قيمة دا مش معناه أنه كابتن حسين لابيب عشان بس ما أخوش كلام مع كده أنا شايف أنه كابتن حسين لابيب شخصيته ديسنت رجل كيوت كده رجل هادي رجل يعني حبوب لطيف إدارة نادي الزمالك محتاجة محتاجة قوة محتاجة رجل بمواصفات خاصة لأنك أنت بتدير مؤسسة داخل الدولة المصرية خبرة الكابتن حسين لابيب محدودة هو رجل صاحب شركة أقصى أقصى أعداد تعامل معه هي تسع أفراد اللي هم موظفين شركته لكن أنا حضرتك بكلمك على خمسمائة ألف محامي أنا يعني حصل نوع من الرضا في الإدارة ليهم الخبرات هنا تفرق خبرات هنا تفرق محترمه على خلق وطيب وكل الصفات الحميدة فيه لكن خبرته إيه بس هو رجل رياضي الرياضي دا جزء من المؤسسة وآدار ست شهور ومؤسسات رياضية عبل كده فين أفندي أنا أدوري برضو أن أنا قائب قائب كابت الحسين الأبيب حضارك اعتذر 85 حل تمام جه عندنا النادي سنة 2000 قدم على العضوية العاملة يعني 15 سنة لم يكن عضوا في نادي الزمالك لازم تبقى الكلام دا واضح 85 اعتذر اللعب 2000 و2000 قدم على العضوية العاملة يعني 15 سنة انقطاع تامي مع النادي الزمالك هو تربطه صدقاته تربطه علاقاته مع فريق كرة اليد لكن مش موجود في إدارة يعني لم يشارك في مجلس إدارة لم يكن عضوا في لجنة داخل نادي الزمالك لم يكن يوما رائدا لفصل لأ خبرات هنا مهمة جدا دا مش انتقاصة من كابتن حسين عشان البعض بياخد هذا الكلام في المأخذ خالص 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 لا فندم أنا بتكلم بكلام عملي انت قلت أنه لا يصلح لا أنا متش لا يصلح خبرات المتوفرة عندي كابتن حسين لبيب خبرته محدودة لإدارة نادي الزمالك كلام واضح لكن هو معاه مجموعة كويسة مقدر شنكر هاس لكن في النهاية الهد ده أخبر كس العالم بطولة العالم اللي هي كرة اليد يافندم في مجاله دا مش مجاله اه يافندم في مجاله كرة اليد وحو نادي زمالك مجاله يافندم ما نعارف هو طب فين هو فين من إدارة نادي الزمالك ما ترشحش ليه ضموكس إدارة قبل كده ما هو مسك إدارة الزمالك كلجنة معينة لجنة لست شهور هل دي ست شهور خد دوري لا هنقول بقى الصحة الدوري يحسب للمجلس السابق اللي كان عامل تكوين الفريق تكوين الفريق واستقدام المدرب وتدعيم الفريق في أثناء المواسب الرياضية تحسب لمجلس الإدارة السابق ولا تحسب للجنة المؤقتة اللي هي جاية وعارفة أن هي ماشية يعني أنا مش عايزة أتعرض للكابت حسين لبيب عشان يبدو أن أنا كل كلامي بيأخذ يعني لما قلنا فيه حد ما بيصليش خد الكلام على نفسه الرجل راح تصور هو بيصلي هو المجموعة بتاعته يا ما أنت يعني الكلام ده بقول لحظة كانت إيه برضو الانتخابات برضو ما فيها برضو جين ده حديد المنافسة مطلوبة المنافسة مطلوبة تحديد مزايا نفسك وإظهار مسال بخصمك ده أمر طبيعي طب أنت جاي بالثقة دي من إيه اللي أنت بتتكلم ربنا طبعا من تجربه أنا راجل نائب دورتين قبل كده في مجلس النواب راجل أمين سندوق النقابة العامة المحامين وعضو مجلس إدارة ناري الزمالك وكيل النقابة العامة المحامين وعضو اللجنة العليا لإصلاح التشييع اللي بتعمل التشييعات في مصر رئيس التحاد حاليا رئيس التحاد الدراجات النارية فخبرات التراكمية على مدر العمر كل ده ما لوجه علاقة بالرياضة فين يا فن رئيس التحاد بقول لحظة وعضو مجلس إدارة نبالي السابقة وفيه ايه تاني أكتر من كده تخصص تمام يعني انت بتعتمد ان انت هتجيب إدارات هتجيب كوادر بالضبط احترام العلم بمعنى لجنة كرة هي اللي بتديره هي اللي بتقدم ومجلس الإدارة على طولة اجتماعات دي بيصوت على القرار هتجيب فلوس إزاي ما قلنا فندم إدارة الاستثمار وإدارة التسويق وانا عندي أسدز وعندي أصول وعندي موارد للنزمة النزمة غني جدا لكن لم يحسن إدارة الكثير من أصول الخاصة بيه لما يبقى عندي 127 محل تجاري في أحسن مركز في القاهرة ما عملتلوش تطوير ادي واحد نمرت اتنين معظم المحل النهاردة ما بتدخش الإيرادات الطبيعية مش لأنه أغلقت مش عشان بس طبا انت كلامك ده يعني كله ينصب على المجلس السابق نهو ما عملش كل اللي انت بتقول مجلس السابق له ما له عليهم عليهم حلوة الميزانية بقى نناقش الميزانية ونتكلم نقول حضرتك قصرت وكل ده ما نقشتوش الميزانية ميزانية ديسة لم توزع علينا في النادي لكن خلينا بس عشان نيبقى حضرتك خرجنا أهم حاجة دلوقتي حضرتك اللي أنا خرجت بيها من هي نادي اكتوبر بالنسبة لنا هو ده المتنفس ورئة القادمة بإذن الله أنا النهاردة زي مقولت حقا أنا ما عنديش أجندة انتقامية لأنا جاي انتقم من موظف ولا جاي انتقم من أعضاء نادي أنا جاي أضع استراتيجية مستقبلية لمدة أربع سنوات بعرضها على الجماعية العمومية وتفاضل الجماعية العمومية ما بين البرامج المطروحة ده اللي أنا أفهمها هل تقبل المناظرة مع طلبتها طلبتها من مين؟ من الكابتن حسين لبيب اش معنا؟ لأنه الأول رواجه إزاي وهو مش منافس لي؟ أنا جاي لحضرتك رواجه على أنهم مدعومين من أحد القيادات في الدولة المصرية وروجه الكثير من الأمور المغلوطة اكتشفتها أنه مغلوطة فيما بعد قالوا ما قالوا فيما هناك تبرعات وأموال تغضق على نادي الزمال كل الكلام ده ما حصلش فقلنا أنه تعالى بقى ينكلم تحدث حتى أراج فطلبت الكابتن حسين لبيب وما زلت مصر على المناظرة لكن هو بيتوارى خجلا ما عرفش دي يعني يعني تربطني بيه علاقة طيبة على المستوى الشخص ما تعالى نتكلم ما تعالى نطرح نفسنا وأفكارنا ورؤانا على الجميع العمومية عشان نعرف بس يا كابتن حسين رد عليك يعني ولا ما ردش لا موضوع رد أو ما ردش دي يرجع له لكن أنا بقول الحق هو لم يبادر خطوة للأمام نحو عمل مناظرة وده أمر ينال منه أكتر منه أنه يحسب ليه أو عليه طب ليه مش هتعمل مناظرة مع فاروق جعفر طالب كابتن فاروق جعفر المناظرة مفتوحة مع جميع المرشحين مش بس ده أنا قلت الكابتن حسين لبيب مش بس لحضرتك كرئيس للمجموعة دي ولكن لمجموعتك بالكامل أنا على استعداد كامل لعمل مناظرة مع كل المرشحين في قائمة الكابتن حسين لبيب لأن أصغ تماما في رؤيتي وأن أنا قادر على الحجة بالحجة والرأي بالرأي لكن للأسف هم يعني بيتواروا في هذا الأمر وبيبعدوا تماما عن أن هم يتواجدوا معنا يعني أعتبر كلامك ده طلب للمناظرة مع الكابتن حسين لبيب لعاشر مرة ولآخر يوم يا كابتن حسين لبيب يا محترم يا صديق العزيز تعال نعمل مناظرة لمصلحة نادي الزمالك تعال نضع الزمالك في مكانه الطبيعي إحنا النهاردة عندنا 65 مرشح عايزين نتبارى جميعا أراء بأراء وفكر بفكر عشان عضو الجماعة العمومية ما ينخدعش بأمور أخرى وتبقى الحديث هو زي ما قال سيدنا عمر تحدث حتى أراك كلم عشان الناس تشوفك لكن أنت النهاردة حاجب نفسك وبعدين يعني فيه أمور كتير مش واضحة للجماعة العمومية وبيحاول المجموعة اللي حاوليك يلتف وحاوليك أنه هم يعني يعملوا نوع من أنواع التعمية وإظهار وأوضاع بشكل مغلوط لكن في النهاية الحقيقة ستظهر طب إيه رأيك في ترشح ميرفد سيد أحمد أولا دكتورة ميرفد سيد أحمد يعني تربطني بها وحرم سادة اللي هو ضيوع بهذه الصديق العزيز أي وأنا يعني أسني على ترشحها وخطواتها وهي شخصية قيادية أولا هي كان وكيل أول وزارة في وزارة شباب الرياضة عندها بتدير 27 مدرية على مستوى الجمهورية عندها الكفاءة أن هي تتبوأ هذا المكان عندها خبرات لازم نديها حقاها ونوفية ودي خطوة تحسب لها وبالعكس يعني لو لم أكن مترشحا لكنت داعما لأنه يعني الدكتورة بصراحة من الشخصيات اللي هي أهل علم منظمة عندها فكر وعندها رؤية مستقبلية نادي زمانك محتاج رجل أعمال ولا رجل كرة ولا رجل قانون ولا مسؤول إداري رياضي محتاج مجمجلس إدارة فيه مزيج من هذه الخبرات ومحتاج نلغي فكرة الثقافة اللي تم ترسخها على مدارة الاربعين سنة فاتت فكرة اعتماد على رجال الأعمال ما هو دل في قائمة الكابتن حسين الله ما أنا جاي لحاجة يا فندم الرجال الأعمال لما بيدفع خمسة ساق هو منتظر عائد أي أن كان العائد مش ضروري مادي لكن أنا النهاردة فندم دي مؤسسة اسمها كهان نادزة مالك لازم يا فندم تدار بالشكل الذي رسمه القانون ثم مبنيه على سيستم ونظام إحنا بنقول جيل بيسلم جيل لكن فكرة أننا نعتمد على أشخاص ده شيء عظيم بس مؤقت ما بيديش استمرارية ولذلك عندنا لما تقرى تاريخ نادزة مالك هتلاقي عندنا الكرف بتاعنا طالع ونازل طالع ونازل طب تكتورنا جماعة عاجل الأستاذ عمر هاريدي بيطلب المناظرة أمام الكابتن حسين لبيب المرشح للرئاسة وأنا أقرر لحظك أنه مش هيقبل لأنه ما عندوش الشجاعة الأدبية يواجهني في هذا الأمر يعني لو هو من الشجاعة الأدبية يجي يواجهني بصراحة تعال واجهني لفضل لكن أنا واسق تماما هو مجموعته كلها يعني هي اللي بتدعم فيه عشان خطر أمور كثيرة لأنه ليه زلاته أخطاء كثيرة يعني لا داعي لذكرها خلينا برضو في موضوعنا حضر أنا النهار هو ليحق الرد يا فندم يتفضل آه هو ليحق يتفضل يا فندم يتفضل لشرفنا في مناظرة عند حضرتك هنا أو في أي مكان طب يجي نظرني في مية عقبة يجي نظرني في مبابة يجي نظرني في أرض اللي هوة يجي نظرني في بلاء الدكرور في أي مناطق من تجمعات نادي الزمالك أهلا وسهلا بيك رجالة مية عقبة المحترمة في انتظارك رجالة مبابة المحترمة في انتظارك رجالة الصفت اللبن بلاء الدكرور الهرم فصل كل المناطق تجمعات نادي الزمالك أهلا وسهلا يا سيد كابتن حسين نتناظر في أي مكان تختاره لو أنه الأمر الستوديو بالنسبة لك فيه خجل أو فيه حرج أو فيه عدم قدرة على المواجهة فيه تعال في حض نادي الزمالك مع أعضاء نادي الزمالك وفي بيت نادي الزمالك أو في المناطق اللي فيها كسافة عددية من المحترم ميت عقبة الأساس اللي نشع فيه نادي الزمالك الرجالة كلها المحترمة اللي هناك في انتظارك ما تيجي أنت ليه بتبعد متيجة كابتن حسين هو اسمه نادي ايه نادي الزمالك في مين في ميت عقبة تعال عند الرجالة المحترمة في ميت عقبة ونتناصر مع بعض ليه في نادي الزمالك يمكن الرجل يمكن بيخجل من الكاميرات أو بيخجل من الأضواء أو فيها أمور يعني بتمنعه من الظهور يعني خلينا في الأماكن اللي هي حق الرد مكفول لكابتن حسينها بي يا أهلاً وشهلاً بي يا أهلاً وشهلاً بي تاني وتالت ورابع لآخر يوم وراف انتظاره لآخر يوم طيب عندي أسئلة